اهلا بحضراتكم من جديد واسكر مغلق في مكازولومبي في المعادي وده استعدادا لدورة الألعاب أو ألعاب البحر المتوسط رقم 19 واللي هتتلاقي في الجزائر في الفترة من 25 يونيو والحد 6 يوليو اللي جاي منتخبنا هيلعب في البطولة دي في المجموعة الأولى مع منتخبات تونس وسولفانيا وإيطاليا وصيربيا وده زي ما قلت حضراتكم استعدادا لأفراقيا منتخبنا هيلعب فوق أفراقيا مع مين مجموعة المنتخب المغرب والكامرون طبعا ده بالإضافة لمصر منتخبنا في أفراقيا وحامل اللقب حامل اللقب بعد ما فاز على تونس في المباراة النهائية من نتيجة 27-23 كورت اليد الحقيقة ومنتخب كورت اليد دايما تحس ان هم من عالم آخر تحس ان هم دايما في سيستم ماشيين عليه ويمكن العظيم الدكتور حسن مصطفى هو من وضع حجر الأساس انا أسف لهذه الطفرة الكبيرة اللي حصلت في كورت اليد من التمنينات وحتى الآن يعني كل التحدي يجي بيمشي على السياسات من قبله بل بالعكس بيطور ولكن بيبتدي إلى ما انتهت إلى المجالس اللي قبله أو الاعدادات اللي قبله ونتمنى ده تشوفه في كل الألعاب كورت القدم سلة طيرة كله كله نتمنى نشوفه هذا التخطيط في كل الألعاب